احتجاجات أبناء قبيلة الهوسة في الخرطوم والأبيض وبورت سودان جاءت بسبب ما يقولون إنه ظلم وقع عليهم جراء ما أصاب ذويهم من قتل وتشريد بواسطة قبائل الهمج في النيل الأزرق جنوبي السودان هم يطالبونه بوضع حد لخطاب الكراهية والعنف ضدهم وتقديم العون لمن نزحوا من قرهم ومناطقهم ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف فنحن دارين من الحكومة الحكومة تتحرق وتنصر معروف الظلم واضح وفي المسألة التحييس واضح نحن دارين الحكومة تكون عادلة نحن ما ناس المشاكل والله نحن ما عادل مشاكل غابلية تظاهرات الهوسة تزامنت مع بداية وصول أول مجموعة من جرحاهم إلى مستشفيات الخرطوم مستشفى إبراهيم مالك واحد من مستشفيات بدأ أطباؤها التعامل مع الحالات الحرجة وحس الناس الجايين بهم في الطائرة فوق واحد مات في الطائرة والناس الجو والناس النزلون من هناك يشحدوا بالكلامنا بأنه في زول في الطائرة مات وحس إننا ناس تعبانين احتمال ما يعدوا هنا ساعة ولا ساعتين ولا ما يعدون ساعة دل بيموتوا بيمشوا أعمال العنف في نيل الأزرق وكسلة في نظر قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي مثال لما تعانيه البلاد أصلا من أزمات متعددة ترى أنها تفاقمت أكثر بسبب خطاب الكراهية والعنصرية في ظل تأزم الموقف السياسي ما يحدث الآن هو دور كبير جدا فيه لفلول النظام البائد وللإسلاميين وكذلك للإنقلابيين الإنقلابيين الذين كما قيل عزد عليهم الحواضن طفقوا يبحثون عن حواضن وعن ممسكات تؤيدهم من خلال الخطاب الجهوي والخطاب العنصري البغيض أزمة الصراع القبلي في السودان تهدد بالانزلاق إلى أعمال عنف متكررة وترى قوى سياسية معارضة أن حلها يولد من رحم حل شامل لأزمة الحكم في البلاد عندما تنشب خلافات قبلية هنا في السودان ترتفع نعرة الانتماء للقبيلة وسرعان ما تتحول إلى اشتباكات ويتنادى أبناء كل قبيلة طلبا للدعم والنصرة هذا ما حدث بين قبيلة الهوسة والهمجة وبعد مقتل العشرات من الهوسة تتواصل مظاهرات الأخيرة للتنديد بمقتل أبنائها في مشهد ربما يقود استمراره لمزيد من الفوضى والدماء عبدالباق العوض الحرة الخرطو الخرطو